حي انا هفصر لان المسألة ما احتاجة طالما عملة بلد وطالما عملة جديدة وعملة بلاستيكية وحتبقى في اية كل مواطن فانا هفصر هفصر تماما حتلي اضياء تاني بعد اذنك ال 20 جنيه ونخشيلي على العلم برضو ده ده حضراتكم علم الشواز ده علم الخواجات ده ساعدتك العلم ده ده ساعدتك علم الشواز حتلي معلش برضو يا محمد دلوقت كده بعد اذنك ادخل كده حتلي علم الشواز وحتلي الوانهم دي لا ده علم وش كده علم الشواز وساعدتك اللي قاعد يخطط ويحط الدزاين ويحط تصميم للعملة الجديدة العملة البلاستيكية عارف كويس قوي ان ده الوان الشواز ويا ده ساعدتك ملقناش الوان في الدنيا خالص نحطها يعني ده ده يعني ده قدامنا ده عملة مصرية هتبقى في ايد الاطفال وفي ايد النساء وفي ايد الكبار وفي ايد الصغار هتبقى في ايد كل مواطن فساعدتك مشكورا ما تبقى في ايدك هذه العملة وتتناولها ناولها هتبقى الالوان دي طبيعية لا دي مش الوان طبيعية دي الالوان المميزة لي الشواز على المستوى العالم والعالم بتاحهم اللي اترفع مرة في مصر في احد الحفلات رفعوه في حفلة كانت مشهورة الحفلة دي اتعاملت في قلب القاهرة اترفع العالم والدنيا طبعا قامت ما عادتش بعدها انما لماذا في هذا الاختيار يتم اختيار هذه الالوان في عملة مصرية عملة مصرية وانا دي قلت في حد بيقول لي برضو من الزملة ان ده طبعا مسجد محمد علي ان في عملة اخرى معرفتش ليه بلنا 10 جنيه عليها مسجد الفتاح العليم يعني بقول لي في ده ل 20 جنيه عليها مسجد محمد علي طبعا مسجد القلعة الشهير وطبعا لو قلنا بقى مسجد الازر الشريف كان افضل يعني معلم الف سنة لو حطيس ساعتك عليه ان كان يعني عايز ترمز الى رمز اسلامي يبقى مش مسجد محمد علي مش القلعة لا يبقى الازر الشريف المؤسسة اللي بقالها الف سنة ويزيد واللي نشره نور الاسلام على كل العالم ادي ساعتك ايضا الى 10 جنيه قالك حطين عليها مسجد الفتاح العليم يا رزاق يا كريم مسجد الفتاح العليم هل اصبح اليوم اثر من الاثار المصرية العريقة اصبح النهاردة الفتاح العليم هذا المسجد اللي لم يصل فيه احد واللي في الصحراء واللي اتعمل في العاصمة الادارية هل ده معلم ساعتك اسلامي يعني هل ده اثر من الاثار الاسلامية العتيقة يعني ده مثلا اصبح الان يناهز تاريخ مسجد عبر من العاص مثلا يعني هل اصبح يناهز تاريخ مسجد الحسين ما تقول لي بس يعني عرفنا هل اصبح النهاردة مسجد الفتاح العليم ده من الاثار المصرية ومن المعالم المصرية الكبيرة على اي على اي يعني اي اتجاه لا اللي بيحصل لعشر جنيه ده ده استهانة تاريخ مصر مش مصر اللي نحط عليها مسجد في صحراء بس لانه في العاصمة الادارية مصر عندها كنوز وتاريخ كبير ومعالم واثار مصر تلتة اثار العالم فيها لم تجد اي اثر اسلامي ولا فرعوني ولا حتى قبطي تحطه عشان تقول لي على عشر جنيه ويوم تحط ألوان على عشرين جنيه تبقى ألوان وعالم الشواز لا اللي بيحصل ده اخواننا اوة حد يا سهين برضو بيه مش اعتباط لا ده في حد قاعد مصمم بقاله سنة واكتر بيصمم هذه العملة بي لجنة كبيرة هذه اللجنة بينبسق عنها لجنة ولجنة وتعرض وتصعد على السيد الوزير المختص وعلى السيد الرئيس البنك المركزي وعلى رئيس الوزراء وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بنفسه يا جماعة راح اعتمد ده العملة ما اتجبونا يا جماعة اعتمده ده عمل ليلة وجاب طارق عامر وجاب مصطفى مدبولي وعملوا ليلة يا جماعة وقفوا وقفوا عشان يوقعوا طبعا طارق حسن عامر وقع عليه لا فيه لقطة لتوقيع عبدالفتاح السيسي في وجود رئيس البنك رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ينتعمل حفلة ومؤتمر لإطلاق هذه العملة فلما تطلع هذه العملة الرخيصة بهذه الألوان وبهذا الشكل ليه بتقزموا مصر ليه بتهينوا مصر ليه بتهينوا تاريخ مصر واخلاقيات الشعب المصري لصالح مين هذا التغريب اللي بيحصل حد يقول لي لان في الحقيقة لا تمروا منور الكرام لانه عملة حال النهاردة هتبقى فييد كل مواطن وفييد أطفالنا ونساءنا وكل الناس فييبقى الأمور مجردة بشفافية والتهاب بمتاز صراحة والوضوح ترجمة نانسي قنقر